تجربة ألما مع ارتداء العدسات اللاسقة الملونة تمتد لبضع سنوات وسيلة ليست غالية الثمن بالنسبة لها لكن لا يخطر على بال ألما إطلاقا إجراء جراحة لتغيير لون العينين العناية بعيوني مهمة للغاية واستخدامي كما ترون للعدسات اللاسقة الملونة أسلوب مفضل يتوفر منها عدة ألوان يكون من خلال امتقاء لللون المناسب ولا تكلفني ثمنا غاليا لكن في نفس الوقت أنا حذرة العناية بعيوني لا تعني المخاطرة بعمليات جراحية لتغيير اللون أنا لست مهتمة لا يتمتع الجميع بنفس القناعة بلون عيونهم مما يجعلهم يرغبون بتغييرها فيلجأ البعض للجراحة وهذا ما لا ينصح به لأنها قد تتسبب بالإصابة بالعمى مش كل صرعة الواحد ممكن يمشه أراه خصوصا في أعضاء حساسة زي العين أعضاء العين دي كوهرة الإنسان أنا دايما وأبدا ما بنصحش إطلاقا بأي عمليات لتغيير لون القزحية أو تغيير دائم للون القزحية لأن المضاعفة بتاعتها شديدة جدا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها تكلفة وأسعار ونتائج ومخاطر تجتمع كلها حتى وإن اختلفت أهداف الحالمين بالمظهر الذي يرغبون فيه ففيه قزحيات بتاعتمد على الألوان لو فيها نقشبة طبيعية فدي بتبقى غالية نسبيا غالية وفيه القزحيات اللي هي الجهزة الرخيصة روسي حاجات زي كده بتبقى أرخص شوية لكن في كل الأحوال معتمد ده برضو على البلد اللي بتعمل فيها يعني في بلد لو تعمل في أوروبا هتبقى غالية جدا أو أمريكا ولو طبعا ما بتعملش حاجات زي كده هناك لو تعملت عندنا في شرق الأوسط ممكن تبقى أرخص كتير لو تتبع الدخل للدولة عمليات جراحية كانت أم تجميلية أصبحت تستقطع جزءا كبيرا من ميزانيات الكثير من الأشخاص قد تمنحهم ما يحلمون به من جمال وأيضا تكلفهم في نفس الوقت في سوق نموها يبدو مضطرد ومتنامي في المنطقة مصطفى السكحال لليوم على الحرة دبي